النهاردة النقل للتلفزيون عشان بعض الناس شفتك هاتبين يقولك انه هجماعة ما تفضلوش تعيبوا على التصوير في الكونغو ممكن تبقى امكانياتهم اولا ما زيمي بناغنى الاندابة في افريقيا هو اغنى نادي في القرى الافريقية بالمناسبة يعني مع رجل اعمال هو واحد من اغنى الناس في القرى الافريقية فيقدر يبقى النقل للتلفزيون حسنا من كده ينفع يبقى النقل للتلفزيون اوروبي هما يتعمدوا انه النقل التلفزيوني يبقى كده عشان البار وانت ما تشوفش الحالات اللي بتحصل تحكمية في الملعب فالبار حتى ما يعرفش يرجع لأي حالة هما بيتعمدوا ده ولو بسيت على مطشط دوري في الكونغو ممكن تلاقي النقل كان حسنا من كده ده واحد اثنين بحسب مصدر في الكاف قال لنا انه الكاف ارسل معدات عشان الكاف عنده شروط في النقل التلفزيوني في مباراة دوري ابطال افراج بعت المعدات ولم تخرج من المطار في الكونغو وما رحتش ملعب المباراة وبالتالي نقلوا بالشكل البدائي اللي كان النهار ده بصراحة شديدة انا لو من مكان الكاف لابد من عقوبات كبيرة على اي نهاية دي مش بس ما زيب على اي نهاية دي يخلي صورة لمباراة في نصف نهاية دوري ابطال افريقيا او حتى في التمهيدي تظهر بالشكل ده دي اهم البطولة الاندية عندك دي صورتك في العالم كله صورة الكاف لما تطلع المباراة بالشكل ده حاجة مهينة جدا لكرة القدم الافريقية بشكل عام